ماذا ينتظر المملكة خلال آخر يوم من العام الحالي وبداية العام الجديد؟ التفاصيل بعد قليل النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت شاي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطام الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريدج ستون وفاير ستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري متابعينا في الأردن أسعد اللوقاتكم بكل خير نهار اليوم استمرت الأجواء الباردة بالسيطرة في عموم مناطق المملكة انتشرت كمية من الويوم وهضرت بعض زخات الأمطار في مناطق عشوائية من المملكة اعتبارا من يوم غد الجمعة يتوقع أن تبدأ المملكة تتأثر بأحوال جوية غير مستقرة هي ناتجة عن تمركز لمنخفض جوي بعيدا فوق شمال الأراضي المصرية يعمل على دفع كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة استعمل على هطول زخات من الأمطار تفاصيل أكثر نستعرضها بهذه الخرائط لتوزيع الأمطار المتوقعة من نهار اليوم الخميس وحتى الأيام القليلة القادمة يوم الخميس تكون الأجواء بشكل عام مستقر لكن هناك فرصة محدودة لزخات متفرقة وعشوائية ومحلية الطابع في عموم مناطق المملكة لكن اعتبارا من يوم الجمعة يقترب منخفض جوي من سواحل شمال مصر يعمل على حدوث أحوال جوية غير مستقرة في أجزاء واسعة من الأراضي المصرية ثم يدفع لاحقا خلال ساعات ليل الجمعة للسبت بكميات من الغيوم نحو عموم منطقة بلاد الشام ستكون عبارة عن غيوم عالية ومتوسطة الارتفاع ستعمل على تحسن فرص هطول زخات الأمطار اعتبارا كما ذكرنا من ساعات ليل الجمعة للسبت على أن تتحسن فرص هطول زخات الأمطار خلال ساعات نهار يوم السبت هذه الحالة هي حالة من عدم الاستقرار الجوي ذات خصائص بأنها عشوائية الطابع أي أن هطولات زخات الأمطار ستكون عشوائية ومحلية الطابع قد تكون غزيرة في بعض المناطق تستمر هذه الأحوال الجوية غير مستقرة خلال ساعات يوم السبت في عموم مناطق المملكة الشمالية الوسطى الجنوبية وحتى المنطقة الشرقية وتستمر هذه الأحوال الجوية غير مستقرة أيضا خلال ساعات نهار يوم الأحد التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة تسود أجواء غامة جزئية مع 6 درجات مئوية مع أجواء غامة جزئية محسوسة 3 درجات مئوية فقط الرطوبة حوالي 70% والرياح تكون شرقية خفيفة إلى معتدلات السرعة توقعات الجوية للعاصمة عمان لثلاث أيام القادمة أحوال الجوية غير مستقرة فرصة الزخات يومية من الأمطار يوم الجمعة 13 إلى 7 درجات مئوية يوم السبت 12 إلى 5 درجات مئوية ويوم الأحد 11 إلى 5 درجات مئوية وبالتالي تبقى الأجواء باردة درجة حرارة أقل من معدلاتها بقليل مثل هذا الوقت من العام بينما تكون الأجواء باردة بشكل نافت خلال ساعات الليل التوقعات الجوية لباقي المدن الأردنية ليوم الجمعة نبدأها كل عادة من المنطقة الشمالية أحوال الجوية غائمة بشكل عام مع فرصة لهطوز الخاتم متفرقة من الأمطار خاصة خلال ساعات مساء يوم الجمعة وخلال الليل الجمعة للسط المفرق 14 إلى 8 إربط 16 إلى 10 جرش 15 إلى 10 وعجلون 15 إلى 11 درجة مئوية المنطقة الوسطى العاصم الزرقاء أجواء غائمة جزئيا مع 14 إلى 9 العاصم عمان 13 إلى 7 مع فرصة لزخاتم الأمطار البلقاء 14 إلى 9 مادة 15 إلى 8 والبحر الميت 22 إلى 16 درجة مئوية المنطقة الجنوبية الكرك 15 إلى 7 طفيل 14 إلى 9 الشوبك 12 إلى 7 معان 15 إلى 7 وفرصة لزخاتم الأمطار في العقبة مع 21 إلى 17 درجة مئوية بالنسبة لمنطقة الشرقية الأزرق 16 إلى 8 الصفاوي 15 إلى 5 ورؤيشة أجواء غامة جزئيا مع 15 إلى 6 درجة مئوية إلى هنا تنترشتنا للقاء النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت شاهي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريدج ستون وفاير ستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة